منيشة الدعم السريع بدأت أنها تسيطر على الأماكن الحيوية المستشفيات، البنوب، طبعا التعليم حتى وكيف ما في مدارس بتسيطر على المنشآت اللي ما بيقدر خصمها اللي هو الجيش إنه يقدر يستاضع فيه لأنه الجيش هو المؤسسة الرسمية الوحيدة الآن اللي هي بندافع عن السودان بتتحرك في ذلك برتكولات دولية فإذا أنت لجأت للمستشفى أو استعنت بالمستشفى أو حولت المستشفى كسكن عفكرية بالنسبة لك كمينيشيا فهي ما هتقدر تضرب المستشفى فهذا تماماً ما حصل إن المستشفى يتبقى خارج الخدمة أنا عايزة ناول الجانب البياني فيه المواطن السوداني المواطن الآن اللي هو موجود محبوس في المدن اللي سيطرت فيها المينيشيا للأماكن الحيوية لبتقدر تدخل تدعالج، ما بتمشي المستشفى يعني أنا يمكن أذكر ليك حادثة إنه هو أحد حقيقةً مؤثر جداً بيقولي إنه أمه عيّنة بس ما قادر يمشي وديها المستشفى لأنه موال في المستشفى يعني إذا ما كتلك كرصاصة في السودان يمكنك عدم توفر المستشفى عدم توفر الأدوية يعني الآن الآن وأنا الآن بسجل معاك الحلقة دي في أغلب المستشفيات الموجودة في المنطقة المفاشر قصفت من قبل الدعم السريق إذا الآن الدعم السريق هو عنده مشكلة مع الجيش إحنا عندنا مصطلح بيسميه النجعة يعني هي المساحة الفارغة الفاضية ففيك إنك تمشي تقاتل الجيش هناك بس لا هو إنه من أخصص لنا إنه حربه الأولى هو حربه مع المدنيين مع الإنسان السوداني وإلا إنه ما فتت استهدفت في مستشفياته في بيوته سرقت أمواله شرته اغتصبت نساءه فده البعد الآن اللي بيعاني منه السودان أو هاد المشاكل اللي بيعاني من السودان تسقط المدينة في دا الميليشيا بعد مقاومة من الجيش أو بعد فهم تكتيك ربما للجيش بتسقط المدينة في إيده أول خطوة بيقوم بها المرتزقة إنهم يهجموا على البنوك أول حاجة البنوك بعد ما أخذوا الأموال بيأخذوا معاها الأسلحة والعتادة التشويل اللي موجود داخل المؤسسة العسكرية اللي كانت موجودة أصلا في دا الجيش الفرقة مثلا الفرقة 17 مثلا بيتم أخذ المؤانا العسكرية بعد كده بينتقل المرحنة هالمدنيين لأنهم ما بيحاولوا ربما يشكلوا ضغط يعني يمكن أنا ما محلنة سياسية لكن الحاجة اللي أنا شايفة هنا بحكيها المرحنة الثالثة استهداف المدنيين نفسهم سواء كان ضربهم سواء كان قتلهم سواء كان اقتصاب النساء فيهم حتى الاقتصاب أنا أعتقد بعد السنة اللي أنا شوفتها دي إنه تخزنه كوسيلة بتاع ضرب الخصم لأنه يعني إحنا كمتمع سوداني الحاجة دي بعيدة مننا تماما ما من أخلاقنا أو ما من أخلاق المنطقة العربية عموما يعني والمنطقة الإسلامية لكن اتقذت من قبل المانيشيا نفسها والمرتزقة اللي مستجلمين من خارج السودان لكثر الخصم اللي هو الجيش فبيتهم اقتصاب النساء مع الأسف لحالات يمكن كبيرة جدا في بعض منها قدر يصل للإعلام اللي بتقدر تشوفه الآن موجودة على السوشال ميديا وغيره في بعض منهم مسقوط عنه الميت أو السيدة ما بتقدر تتكلم عن الحاجة دي أولا حتى لأسرتها إذا كانت بعيدة من أسرتها ما بتقدر تتكلم عن النقطة دي أبدا لأنه أوكي الموضوع حصل يعني طيب السمعة هتلحقك انت فإحنا عندنا مع الأسف ما يسمى بالوصمة الاجتماعية كأنها هي اللي قامت لهذا الفعل الموشيني يعني فمع الأسف يعني هذه هي مرحلة من مراحل الحرب مع المشيخ